اشتركوا في القناة في الشتاء عادي ابتدت بمرور الوقت يبقى فيه تكييفات التكييف ده زي ما بيدخل لحارتك مية هوا سائع من جوا بيطلع من الكمبريسور بتاعه هوا سخن البر اكي ابتدت التكييفات بقى مش بس موجودة في البيوت اصبحت كمان موجودة في العربيات ده بعد شوية ادى الى ايه ادى الى حدوث تبخير في الطبقة السطحية بتاعت الدموع يعني انا كده ناشر هدوم وسيبقى في الهوا الطلق هيحصل بعد شوية ايه ان الهدوم المبتلة ده تجف نفس القصة بالنسبة للعين ربنا سبحانه وتعالى عامل نظام وقائي للجفاف بتاع العين بحيث ان العين تلقائيا وبدون ارادة يعني قصدي لا ارادية بتقفل وحدها وبيحصل الرمش 16 مرة في الدقيقة لازم ليه لان انت بالطريقة دي بتعمل توزيع للطبقة الدمعية بتاعت العين زي ما تكون يسايقة عربية ونازل مية مطرة فانت معاكي مساحات بتمسح عشان تعمل توزيع متساوي للمية فتقدر يتشوفي كويس العينه ترغرغ والدموع تبقى فيها محتبسة ما يشوفش كويس فيزمعنا كده انه الرمش بالعين كل شوية والتانية بيؤدي الى توزيع متساوي للطبقة الدمعية طب انا قاعد راكب في العربية والتكييف جاي على عناية كلنا تعرضنا لهذا الموقف او نبقى ماشيين في الشارع والهوى جاي في عينينا بعد شوية بيحصل ايه عينينا بتحرقنا بنحس انها ناوية الدمع هو ايه اللي حصل الهوى الطيار الهوائي ده بخر الطبقة الدمعية بتاعت العين العين حست بالنظام الرباني اللي ربنا خلقوا بياه ان فيه جفاف تقوم بتبتدي تزود افرازات الغدة الدمعية عشان ترجع تحتفظ برطوبتها فييجي العين يقولي يا دكتور انا عندي جفاف اقول له يا دكتور انا عندي دموع دعيني بتدمع كتير اقول له انت عندك جفاف يا عما بقولك عندي دموع تقول لي عندك جفاف هو اعتقاده ان الجفاف معناها ان العين نشفة اه هي في الاول بتنشف تكتشف انها نشفت فتقوم تدمع زيادة اذا لما نعالج الجفاف